بريطانيا النهاردة بتتكلم على مشاكل الفقر والفقراء وعداد الفقراء وزيادات في الفقراء والمانيا النهاردة عندها مشاكل تانية في حاجات كثيرة جدا ومصانع ممكن تتوقف حاجات كتير امريكا اليومين ثلاثة اللي فاتوا عشان عندهم احتفالاتهم بعيدهم العيد الوطني الاستقلال اربعة يوليو النهاردة يعني اجازات الامن اللي فاتت مئات الرحلات مئات الرحلات في امريكا اتأخرت او 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 اتأجلت نتيجة لايه في مشاكل في المطارات مفيش موظفين كتير في مشاكل في حاجات كثيرة وبالتالي مئات الرحلات اتلاغت بريطانيا عندهم مشاكل ضخمة جدا عشان موظفين والاجور والمرتبات والاضرابات والحاجات بتكلمك على دول النهاردة دول الكبيرة بتتكلم عليها دول العظمة النهاردة بقى كلها عندها ازمات كبيرة جدا كل النهاردة بيتعرض لها ألمانيا النهاردة بتتكلم على مشاكل كبيرة بيتكلموا على طبعا الصناعة هتتعرض لمشاكل في ألمانيا بيتكلموا النهاردة على التدفئة وملايين من الشقق في ألمانيا هيب عندهم أزمة في الغاز والتدفئة لو نتكلم الشهور اللي جاية هيبوا محتاجين ده صناعات ممكن تتوقف في ألمانيا كيمويات ممكن تتوقف في ألمانيا بقولك دولة واحدة من الدول مش الأكبر اقصاد في أوروبا اللي يقود لإقصاد الأوروبي ألمانيا ما بالك دولة زي ألمانيا نرى بتكلم على مصانع قد تتوقف عندهم مشاكل في المنازل في البيوت بتاعتهم كمان أنه يبقى عندهم مشاكل في أكتر من 20 مليون وحدة سكنية تتعرض لمشاكل طبعا كل ده نتيجة لإمدادات الغاز الروسي روسيا بتعمل درواتي مشاكل للدول وبتاخد هذه الإجراءات وبالتالي تؤثر على الحركة وعلى الاقتصاديات في العالم ومنها دولة كبيرة زي ألمانيا إيه القادم بالنسبة لها وبالنسبة لغيرها النرويج النرويج النهاردة بتتكلم على الإضرابات وبتتكلم على أنه 13% هيكون عندهم مشاكل نتيجة لهذه الإضرابات صدرات هذه الغاز هتتأثر نتيجة الإضرابات وبالتالي إغلاق بعض حقول بسبب الإضرابات اللي هتبدأ بكرة هيبقى فيه حقول خاصة بالغاز هتتوقف وده هيؤثر على الإنتاج أو على الصدرات بنسبة 13% وانخفاض إنتاج النرويج من الغاز بمقدار 292 ألف برميل في اليوم وبالتالي هيؤثر على الصدرات النرويج من هذا وهي الثاني أكبر مورد للغاز في أوروبا أو إلى أوروبا الغربية وده هيؤدي إلى اضرابات كمان بالإضافة لروسيا قد النرويج أيضا هيبقى عندهم مشاكل كثيرة كل العالم بيتكلم في هذا الأمر كل العالم النهاردة بيشوف الكلام ده والعالم يستعد طول ما الأزمة الروسية الأوكرانية موجودة فالجميع هيواجه هذه الأزمة